رئيس الوزراء يصل إلى رياضة لبحث ملفات تعزيز التعاون المشترك والقضايا الإقليمية بتوجهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي وصول سفينة مصرية تحمل مساعدات إغاثية إلى دولة السودان جيش الاحتلال يعترف بمقتل ثلاثة محتجزين إسرائيليين في غزة في غارة شهر نوفمبر الماضي السادسة مساء بتطفية القاهرة الثالثة بتطفية جرانيت نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم وصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إلى العاصمة السعودية رياضة في زيارة يرافقه خلالها وزير المالية أحمق كوجق ووزير الاستثمار والتدار الخارجية حسن الخطيب تأتي الزيارة في إطار حرص الجانبين المصري والسعودي على تعزيز التعاون المشترك وبحث القضايا الإقليمية وفي متانة العلاقات القوية والاستراتيجية التي تربط القاهرة بالرياض كما تستهدف الزيارة زيارة رئيس الوزراء والوفد المرافق له بحث سبل التعاون وفرص الاستثمار بين القاهرة والرياض هنأ رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الشعب المصري وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريفة وتوجه رئيس الوزراء إلى الله بالدعاء أن يعيد هذه المناسبة على الشعب المصري العظيم وعلى شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات هنأت السيدة انتصار السيسي قاريرا رئيس الجمهورية الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول ذكرى مولد النبينا الكريم الذي كان مثالا للطهر والنقاء والتواضع والعمل بصدق وإخلاص في سبيل الله وعبر الصفحة الرسمية لموقع تواصل الاجتماعي الفيسبوك دعت السيدة انتصار السيسي الله عز وجل أن يعيد هذه الذكرى العطرة بالخير واليمن والبركات على وطننا الحبيب مصر تفقد الفريق أول عبد المبيد سكر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي قاعدة محمد نبيب العسكرية بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة وذلك في إطار حرص القيادة العام للقوات المسلحة على المتابعة الميدانية لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة واستمع القائد العام للقوات المسلحة إلى شرح تفصيلي من اللواء أركان حرب هشام حسني قائد المنطقة الشمالية العسكرية عن قاعدة محمد نبيب العسكرية والتي تعد أحد أبرز قلاع العسكرية المصرية بما تضمه من قوة عسكرية ضاربة ووحدات قتالية وإدارية وميادين للرماية والتدريب على كافة الأسلحة المختلفة وقام الفريق أول عبد المبيد سكر بجولة تفقدية تضمنت المرورة على ميادين التدريب التخصصية وناقش عددا من المقاتلين في تيفية تنفيذهم لمهامهم المكلفين بها تنفيذا لتوجهات رئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم كافة سبل الدعم للأشقاء السودانيين وصلت إلى ميناء بور سودان بدولة السودان سفينة الإمداد أبو سمب الاثنين التابعة للقوات البحرية المصرية محمل عليها أكثر من 200 طن من المساعدات الإغاثية من مواد غذائية وإعاشية ومستلزمات طبية وأدوية مقدمة من القوات المسلحة المصرية ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة والسكان وجمعية الهلال الأحمر وذلك لدفعها إلى المناطق الأكثر احتياجا بدولة السودان الشقيق والذي تعاني الولاية الشمالية فيه من أدرار السيول يأتي ذلك انطلاقا من الدور المصري الفاعل تجاه الأشقاء وتقديم الدعم والتضامن لهم في مختلف المحن والأزمات نظمت وزارة الداخلية احتفالية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف بالتزامن مع تنظيم احتفالية للنزلاء المسيحيين بمناسبة عيد نيروز يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إحياء المناسبات الدينية لكافة النزلاء لإعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيقا للسياسة العقبية الحديثة يعد أحياء المناسبات الدينية وبشكل دوري ومنتظم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل أهم ركائز المنظومة العقبية الحديثة التي تحرص وزارة الداخلية على تطبيقها مراعاة لحقوق الإنسان من هذا المنطلق احتفلت مراكز الإصلاح والتأهيل بالمولد النبوي الشريف استعرض خلالها شيوخ الأزهر سيرة النبي العطرة وكيفية استفادة النزلاء منها في تعظيم السلوكيات الإيجابية لديهم وأمدح المصطفى جلت مواهبه محمدا خير خلق الله إنسانا ماذا أقول وهل أحصي محاسنه وكيف تحصى لمثلي كيفما كان لو لا كما شاع شرع الله في بلد ولا قرأنا عن الإسلام قرآنا بفرح جدا بهذه اللقاءات لأن فيها بناء للإنسان فيها بناء للوعي بتبقى فرصة عظيمة من أجل أن نحن نتكلم ونتواصل مع المزلاء لنغير الفكر لنبني العقل لنساعد في بناء الإنسان إحياء هذه المناسبات الدينية لإحياء القيمة والأمل في نفوس الناس تعودنا في كل مرة في جديد تعودنا في كل مرة تغير في سلوك كثير من الناس نتيجة هذه الاحتفاليات والمشاركة شاهدت الاحتفالية توزيح حلوى المولد على النزلاء وسط إشادة منهم بالرعاية المقدمة لهم وبالمنظومة العقابية الحديثة ذات البعد الإنساني وبالندوات الدينية والثقافية التي تزودهم بالعلم والثقافة التي تمكنهم من الاندماج في المجتمع عقب الإفراج عنهم أنا بشكر سيد رئيسي بمريعة فتا عيسيسي على الخدمات اللي هو مقدمها لنا في مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان من الأدوة اللي هو عملها لنا دي تقدمتنا لنا حياتك شراء قوي أحب أشكر سيد رئيسي الجمهورية على المبادرات الجميلة اللي معمولة في مركز التأهيل النهاردة تشرفنا بعلماء من الأزر الشريف ووزع لنا حلوة ملت النبي احتفلنا بيها ودي حاجة حسستنا أننا بره مع أهلنا ندوات فرصة عشان نستفسر فيها عن حاجات كثيرة ويأخذ إيجابتها وبيجاوبون عليها الشيوط وبالتزامن مع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف احتفلت مراكز الإصلاح والتأهيل برأس السنة القبطية عيد النايروز حيث أقيم قداس بهذه المناسبة لنزلاء المسيحيين بدور العبادة المسيحية المقامة بهذه المراكز نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنه قايم معنا بواجب كبير جدا كل حاجة زي بره بالضبط والأب الكاهن بييجي وبنتناول وبنعمل القدسات بتاعتنا نارضف مركز الإصلاح والتأهيل العشر من رمضان في الكنيسة هنا احضرنا القدس عيد النايروز وتلوين زي أي كنيسة بره تزامن المولد النبوي الشريف مع عيد النايروز فرصة لتبادل التهنئة بهذه المناسبة بين النزلاء في تأكيد على خصوصية المجتمع المصري والنسيج الوطني الواحد كل عام انتم طيبين بالنسبة هذا العيد الذي أجمعنا في مركز الإصلاح والتأهيل العشر من رمضان ونحن صعداء بكم كما أنتم تسعدوا بنا في كل أعيادنا ومناسبتنا كل سنة وكل إخواتنا المسلمين والمسلمات وكل الأمة العربية بألف خير وألف سلام ونتمنى لمصر السلام والأمان النهاردة عيد إن شاء الله يبقى جميعا علينا سعيد سوى بسعيد أو مسلمين وإحنا أخوات ووحدة وطلية قطعا دايما ونشكر الرئيس عفتاح السيسي على أنه عمله وأنه هو في المركز التأهيل منظومة إصلاحية حديثة متكاملة تطبقها وزارة الداخلية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل تراعي فيها الأبعاد الإنسانية والاجتماعية للنزلاء وتسهم في تقويم السلوكيات وإسقال المهارات ما يجعلهم مؤهلين للاندماج في المجتمع فور الإفراج عنهم لبداية حياة جديدة تتنوع المناسبات الدينية والوطنية التي تحتفي بها وزارة الداخلية مع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل فهذه المناسبات فرصة لإقامة الندوات الدينية والثقافية التي تسهم في تقويم سلوكيات النزلاء والارتقاء بأفكارهم فهذه هي إحدى الأدوات الخاصة بالسياسة العقابية الحديثة التي تنتهجها وزارة الداخلية تجاه نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل عبدالله بركات التلفزيون المصري أكد وزير الخارجية والهجرة بدر عبدالعاطي على حرص مصر أن تشهد الفترة القادمة استمراراً لأواصر التعاون بين مصر وبانجلاديش في مختلف الأصعيدة بما يعزز العلاقات بين الدولتين ويخدم مصالح الشعبين الصديقين جاء ذلك خلال التصال الذي أجراه وزير الخارجية مع مستشار الشؤون الخارجية بحكومة بانجلاديش المؤقتة توحيد حسين حيث أعرب عبدالعاطي عن تمنيات الجانب المصري للحكومة الجديدة في بانجلاديش بالتوفيق في جهودها الرامية إلى استعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد توجه وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبدالعاطي إلى موسكو في زيارة تستهدف تعزيز العلاقات بين البلدين ومن المنتظر أن تشهد زيارة عبدالعاطي التباحثة مع كبار المسؤولين الروس بشأن سبل دفع أوجه التعاون الثنائي وتبادل الرؤى حيال مختلف القضايا محل الاهتمام المشترق فضلاً عن لقاء عدد من رموز الجالية المصرية أعلنت وزيرة الصحة والسكان مغادرة جميع مصاب حدث تصادم قطاري الزقازيق من المستشفيات بعد تتلقهم الخدمات الطبية اللازمة واستقرار حالتهم الصحية وذلك باستثناء ثمانية مصابين ما زالوا تحت الملاحظة بالمستشفى الجامعي ومستشفى الأحرار وأوضحت الوزارة في بيان أن المصابين السمانية يخضعون لمتابعة طبية مستمرة ومن المتوقع خروج بعضهم من المستشفيات خلال الساعات القادمة لافتة إلى وفاة مصاب بالأمس داخل المستشفى وكان خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان قد تابع تداعيات الحادث وأعمال نقل وإصعاف المصابين وكلف نائبه الدكتور محمد الطيب بتوجه إلى المستشفيات والاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين أعلن بيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض نظام القبة الحديدية صاروخا باليستيا أطلق من اليمن حيث تساقطت الشظايا في منطقة شرق تل أبيب أضف بيش الاحتلال أن الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة بعد تشغيل سفرات الإنذار في المناطق الممتدة من تل أبيب شرقا إلى منطقة مودعين ووفقا لتقارير إسرائيلية ربما فشلت محاولة اعتراض أولية في إصابة هدفها قبل الوصول إلى المجال الجوي الإسرائيلي وهو ما يفستر سبب سقوط الشظايا داخل إسرائيل يأتي هذا بينما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن أكثر من مليوني إسرائيلي دخلوا الملاجئ بسبب الصاروخ الذي سقط على بعد ستة كيلومترات من مطار بنغوريون كانت قوات الحوثي قد أعلنت مسؤوليتها عن إطلاق صاروخ باليستي وصل إلى وسط إسرائيل لأول مرة قال رئيس الوزراء الإسرائيلية بن يمين تنياهو إن قوات الحوثي اليمنية يجب أن تدرك أنها ستدفع ثمنا باهزا عن أي هجوم على الأراضي الإسرائيلية وضف نتنياهو في الاجتماع الأسبوعي للحكومة أن الوضع الحالي في شمال إسرائيل لن يستمر وأنه عازم على بدل كل ما في وسعه لإعادة النازحين من المناطق الشمالية أعلن حزب يشعت هيد الإسرائيلي أن حكومة بن يمين تنياهو أخفقت في اعتراض الصاروخ الباليستي الذي أطلقته قوات الحوثي على إسرائيل وسقط وسط تل أبيب وصفا إياها بأنها حكومة كوارث وذكرت صحيفة جيرزالين بوست الإسرائيلية نقلا عن الحزب الإسرائيلي مطالبته برحيل أعضاء الحكومة الإسرائيلية ومن المكرر إجراء تحقيق عسكري لتحديد سبب عدم اعتراض الصاروخ قبل وصوله إلى المجال الجوي الإسرائيلي أعلن حزب الله اللبنانية أن حربا شاملة مع إسرائيل ستؤدي إلى نزوح مئات الألاف الإضافية من الإسرائيليين وأدى القصف المتبادل بين حزب الله والجيش الإسرائيلي على الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ بدء الحرب في غزة إلى نزوح عدد كبير من السكان على جانبي الحدود وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أن سلاحه الجوي قصف ما يشتبه بأنه مخازن أسلحة في موقعين في البقاع شرق وستة مواقع أخرى في الجنوب أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن أكثر من أربعين صاروخا أطلق من لبنان على منطقة الجليل ومرتفعات الجولان بعد انتلاق سفرات الإنذار في المنطقة وأكد بيان لجيش الاحتلال أن الدفاعات الجوية اعترضت بعض الصواريخ بينما ضربت البقية مناطق مفتوحة ما تسبب في إشعال حرائق وأدف البيان أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات في الهجوم الذي أعلن حزب الله مسؤوليته عنه من ناحية أخرى أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن طائرة بدون طيار محملة بالمتفجرات أطلقت من لبنان سقطت بالقرب من بلدة المطلة على الحدود الشمالية ونقلت صحيفة تايمز أوف أزرائيل عن الجيش الإسرائيلي قوله أن الهجوم لم يلحق أي ضرر بالبلدة ولم تقع إصابات حيث أشارت بعض التقارير إلى أن الطائرة المسيرة انفجرت قبل تفعيل صفرات الإنذار أصيب أربعة مدنيين لبنانيين بجروح إثر قصف مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي قريتي كفاركلا والعديسة في قضاء مرجعيون جنوب لبنان كما تعرضت أطراف بلدة مركبة في قضاء مرجعيون لقصف مدفعي إسرائيلي بينما استهدفت بلدة العديسة مجددا بالقضائف المدفعية والفسورية وألقى الجيش الإسرائيلي منشورات فوق منطقة الوزاني بقضاء مرجعيون تدعو الموجودين في هذه المنطقة وجوارها إلى إخلائها أعلن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيق في قيام ألواء 769 بإلقاء رسائل تحذيرية على جنوب لبنان تطالب السكان بإخلاء مدفعي مشيرا إلى أن تلك الخطوة جاءت بدون الحصول على موافقة من القيادة الشمالية وأطلبت المنشورات جميع السكان والنازحين في منطقة مخيمات اللجوء بجنوب لبنان بترك منازلهم فورا وتوجه إلى شمال منطقة الخيام وعدم الرجوع إلى هذه المنطقة حتى نهاية الحرب ترجمة نانسي قنقر استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب أخرون بجروح فجر اليوم جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مخيم النصيرات وسط قطع غزة وفي مخيم جباليا استشهد فلسطيني وأصيب أخرون جراء استهداف الاحتلال منزلا لعائلة سويدان ونقيل إلى مستشفة كمال عدوان في المخيم هذا وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطع غزة برا وبحرا وجوا منذ سابع من أكتوبر الماضي ما أصفر عن استشهاد 41206 فلسطيني أغلبياتهم من الأطفال والنساء وإصابة 95337 آخرين في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع تواقم الإسعاف ودفاع المدني الوصول إليهم أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العصومي أن ما يمارسه الكيان المحتل من انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني في قطاع غزة لا يمس الفلسطينيين وحدهم بل المنظومة العالمية وقواعدها وخلال ترأسه اقتماع مجلس أمناء المرصد العربية لحقوق الإنساني بالقاهرة أشر العصومي إلى أن وقف إطلاق النار لم يعد مطلبا عربيا بل هو مطلب عالمي وضرورة إنسانية وأخلاقية وهدف استراتيجي لتجنيب المنطقة شرور حرب موسعة إنما يمارسه الكيان المحتل من انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني لا يمس الفلسطينيين وحدهم بل المنظومة العالمية وقواعدها حيث أن المنظومة الدولية اهتزت بشدة أمام الزواجية الصارخة في تطبيق مبادع حقوق الإنسان لقد تصدينا جميعا كأركان لنظام الإقليمي العربي متضامنين بصوت واحد لمخطط الكيان المحتل وسنستمر ونبدل كل الجهد لإحباط هذه المحاولات البائسة نفضحها في العالم كله ليعرف بنوايا الاحتلال وندعم بشكل متواصل دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه يبدل الفلسطينيين دماؤهم في هذا الصمود البطولي النبيل ولا خيار أمامنا سوى تكثيف الجهود والعمل يدا في يد أن كل جهد وعمل سياسي وشعبي نبذله من أجل وقف الحرب الوحشية لن يرغى بالطبع لمرتبة الجرم المرتغب ررح جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتلى ثلاثة محتجزين إسرائيليين بقطاع غزة إثر غارة جوية شنها الجيش في العاشر من نوفمبر الماضي وفي بيان له قال الجيش أن هذا الترجيح يأتي بحسب نتائج تحقيق حول ظروف وفاة المحتجزين الثلاثة تظاهر آلاف الأشخاص في شوارع المدن الرئيسية في إسرائيل للمطالبة بإسقاط حكومة رئيس الوزراء بن يامين نتنياهو وإبرامي صفقة تبادل للمحتجزين وأكد منظم الاحتجاجات أن حجم الحشود زاد هذا الشهر بعد إعلان السلطات الإسرائيلية انتشال جثث ستة محتجزين من جنوب غزة غضب يتزايد يوما بعد يوم وتظاهرات لا تهدأ هكذا أصبح الحال في الشارع الإسرائيلي الذي يغلي بسبب تعنت رئيس الوزراء بن يامين نتنياهو في التوصل لاتفاق لتبادل المحتجزين في قطاع غزة في أحدث تطور في هذا الشأن تظاهر آلاف الأشخاص في شوارع المدن الرئيسية في إسرائيل في محاولة لزيادة الضغط على الحكومة من أجل تأمين اتفاق لإطلاق صراح المحتجزين ومطالبة الحكومة بالاستقالة وإجراء انتخابات مبكرة أيضا تظاهر إسرائيليون قرب منزل نتنياهو في قسارية بالإضافة إلى عشرات المواقع والبلدات الإسرائيلية منظم الاحتجاجات أكدوا أن حجم الحشود زاد هذا الشهر بعد أعلان السلطات الإسرائيلية انتشال جثث ستة محتجزين من جنوب غزة حكومة نتنياهو تواجه كذلك غضبا متزايدا من معارضيها الذين يتهمونها بعدم بذل جهود كافية لتأمين اتفاق هدنة من شأنه أن يتيح تبادل المحتجزين بأسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية وفي الأسابيع الأخيرة صعد معارضون للحكومة الإسرائيلية من نشاطاتهم الاحتجاجية للمطالبة بصفقة تبادل وتبكير الانتخابات العامة اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية الحية الشرقية من مدينة جنين وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفى بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال برفقة جرافة عسكرية دهمت الحية الشرقية من المدينة وأشارت الوكالة إلى أن الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة دون أن يبلغ حتى اللحظة عن إصابات أو اعتقالات ترجمة نانسي قنقر يتضاءل حجم المساعدات الإنسانية العابر إلى قطاع غزة هذا الأسبوع بشكل كبير عما سبق فبعد أن كانت المئات من الشاحنات تمر خلال اليوم الواحد إلى القطاع قبل تدمير معبر رفح الفلسطيني صارت بضع عشرات فقط هي جملة ما يمر من المساعدات الإنسانية خلال الأسبوع الواحد على صعيد آخر شهد القطاع قصفا عنيفا طيلة اليوم بينما تساعدت أعمدة الدخان من داخل مدينة رفح الفلسطينية المزيد يستعرضه لنا الزميل باسم أبو العنين مراسل التلفزيون المصري أحييكم من أمام معبر رفح البري بمدينة رفح المصرية على الحدود مع قطاع غزة حيث مازلنا نرصد آخر المستجدات هنا هذا اليوم قد شهد انخفاضا حدا في عدد الشاحنات التي عبرت إلى قطاع غزة حيث لم يعبر سوى 17 شاحنة تم رفضها جميعا إلا اثنتان فقط هما اللتان تم إفراغ شحنتهما هناك في معاذ الجميع وكانت هذه الشحنة عبارة عن أشولة من الدقيق الذي يستخدم في صناعة بخبوزات وأيضا كارتين من الأغذية ومساعدات من برنامج الغذاء العالمي كل هذا تم رفضه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وكان لدينا أيام الجمعة والسبتة عطلة ولا يوجد عمل فبالتالي ثلاثة أيام كاملة لم يعبر فيها أي مساعدات إلى قطاع غزة أضف عليها هذا اليوم الأحد لم يعبر سوى عربتان فقط وهو كم ضئيل جدا إذا ما قورنا بالأشهر السابقة والتي كان يعبر في اليوم الواحد المئات من السيارات الإغاثية على مستوى الوقود عبرت تسع سيارات شاحنات محملة بالوقود خمس منها كانت محملة بالسولار وأربع محملة بالغاز ولكن هذه أفرغت ما تحمله وتم إمراره إلى الجانب الفلسطيني كان هذا اليوم يشهد قصفا عنيفا على الجانب الفلسطيني وقد رأيت بعيني في هذا الجانب من غرب رفح بالقرب من ساحل البحر المتوسط أمام رفح الفلسطينية رأيت أعمدة الدخان تصاعد من أحد المنازل التي تم قصفها هناك وسط تصاعد شديد وقصف سمعنا طيلة اليوم على الشريط الحدود هنا وهنا في هذه الناحية في اتجاه الفلسطينيين في قطاع غزة هذه كانت أبرز الأشياء والأحداث حتى ساعتنا تلك عند معبر رفح المصري بالقرب من قطاع غزة المختلف السادسة متواصلة على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها العاهل الأردنية يقبل استقالة بشر الخصاونة ويكلف جعفر حسان بتشكيل الحكومة الجديدة أعلنت ديوان الملكية الأردنية قبول الملك عبد الله الثاني لاستقالة رئيس الوزراء بشر الخصاونة وحكومته وتكليف جعفر حسان بتشكيل حكومة جديدة هذا وكلف العاهل الأردنية رئيس الوزراء المستقيل والحكومة بالاستمرار بتصريف الأعمال وذلك لحين تشكيل الحكومة الجديدة ومباشرة أعمالها بعد الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد الشهر الجاري بدوره أكد رئيس الوزراء المكلف جعفر حسان بأن الحكومة ستعمل بكل طاقتها لتنفيذ ما ورد في خطاب التكليف موسيقى 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 تتواصل عمليات قطر ناقلة نفط هجمتها قوات الحوثي قبال تساحل اليمن في أغسطس الماضي وتشكل تهديدا بيئيا أوضح مصدر عسكري يوناني أن عمليات قطر السفينة التي ترفع علم اليونان وتحمل أكثر من مليون برميل من النفط الخام تجري بواتيرة بطيئة جدا اشتركوا في القناة من أجل التفوق القتلي وفي مؤتمر صحفي عقب ختام الاجتماع السنوي للجنة أضاف الأدميرال روب باور أن لكل دولة تتعرض للهجوم الحق في الدفاع عن نفسها وأن هذا الحق لا يتوقف عند حدود الدولة تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي يدرس فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن ما إذا كان سيسمح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة في بعيدة المدى التي زودتها بها الولايات المتحدة لضرب عمك روسيا واستنقسامات حول هذه المسألة أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفن أن الرئيس جو بايدن سيستخدم الأشهر المتبقية له في منصبه لتعزيز قوة أوكرانيا التي تتصدى للعمليات العسكرية الروسية للعام الثالث وانسحب بايدن من الانتخابات الأمريكية التي قد توضي إلى عودة دونالد ترامب للبيت الأبيض مع ما سيتتبع ذلك من احتمال خفض الدعم لكييف هذا ومن المقرر أن يلتقي بايدن نظيره الأوكراني فلاديمير زالانسكي خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية سبتمبر بحسب المسؤول الأمريكي حيث سيناقش الزعيمان أفضل السبل لتعزيز الدعم لأوكرانيا التي تواجه تقدم روسيا في شرق البلاد أكدت الإدارة العسكرية الإقليمية في أدسة بأوكرانيا أن شخصين قتلاء وأصيب آخر إثر هجوم صاروخي روسي على المنطقة أضافت الإدارة أن عددا من المباني تضررت أيضا نتيجة للهجوم الصاروخي الروسي مضيفة أن القائمين على إنفاذ القانون يبحثون نتائج الهجوم بحث وزير الدفاع الأوكراني رستوم أوميروف مع ممثلي الدول الحليفة لبلاده تسريع وزيادة المساعدات العسكرية وطرق أخرى لمواجهة التهديد الروسي وأكد الوزير أن بلاده تقاتل من أجل أمن القارة الأوروبية بأكملها وأن احتياجات أوكرانيا تظل دون تغيير موضحا أن الأمر يتعلق بالمعدات والقذائف والذخيرة بعيدة المدى والألغام ومعدات إزالة الألغام فضلا عن أنظمة الحرب الإلكترونية وقطع الغيار أكدت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات الدفاع الجوي دمرت 29 طائرة مصيرة أطلقتها أوكرانيا مستهدفة سابع مناطق روسية أضفت الوزارة أن 15 طائرة مصيرة أسقطت فوق منطقة بريانيسكا على الحدود مع أوكرانيا في حين تم تدمير البقية فوق مناطق أخرى دكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن المرشحين للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة دونالد ترامب وكامالا هاريس يرهنان على ولايات مختلفة للفوز بالبيت الأبيض أضفت الصحيفة الأمريكية أن خريطة المعرقة الانتخابية المضغوطة قدمت لكل حملة جدارا دفاعيا خاصا بها في المجمع الانتخابي وتتقاطع في ولايات منسلفانيا الحاسمة وركزت الحملة تاني انفاقهما على عدد من الولايات المتأرجحة والتي تعد مفتاح الفوز في الانتخابات الأمريكية أظهر استطلاع جديد للرأي أن أغلبية بسيطة من الناخبين الأمريكيين تؤيد تعهد الحملة الانتخابية للمرشح الجمهوري دونالد ترامب بزيادة الرسوم الجمهورية على السلع المستوردة وخاصة من الصين مما يظهر تفوق الاقتصادي على منافسته الديمقراطية كاميلة هاريس وتعهد كل من ترامب وهاريس بسعي إلى خفض الضرائب حال الفوز في الانتخابات المقررة في الخامس من نوفمبر القادم دعت زعيمة المعارضة الفنزولية ماريا كورينا إلى التظاهر مجددا في 28 سبتمبر رفضا لإعادة انتخاب الرئيس الفنزولي نيكولاس مادورو لولاية ثالثة وللمطالبة بالاعتراف بفوز مرشحها المنفي في إسبانيا وتدعي المعارضة أن إدماندو دونزولاس فاز في الانتخابات الرئاسية وحصد أكثر من 60% من أصوات الناخبين كان إدماندو قد اضطر الفراري إلى إسبانيا التي وافقت على منحه اللجوء ذكرت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت حوالي 50 بالون يحمل القمامة باتجاه الجنوب وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية أن هذه الخطوة تأتي بعد ثلاثة أيام فقط من إطلاق بيونج يونج لبالونات مماثلة باتجاه سول ارتفعت حصيلة الفيضانات الناتجة عن الإعصار يدي في بورما إلى 113 قتيلا وأفدأ المتحدث باسم المجلس العسكري في بورما بفقد 64 شخصا بالفيضانات مشيرا إلى أن أكثر من 320 ألف شخص تم إجلاؤهم إلى مخيمات إغاثة مؤقتة توقفت حرقة القطارات في بعد أنحاء النمسا وأولق ميترو فيينا جزئيا بسبب العاصفة بوريس التي تضرب وسط وشرق أوروبا وذكرت السلطات النمساوية أن الفيضانات تسببت في توقف حركة القطارات على الخط الغربي بين أمستنين وسانت فالنتان مع توقعات بهطول الأمطار غزيرة للغاية خلال الساعات المقبلة يصل منسوبها إلى 60 مليمتر وكانت العاصفة بوريس قد دربت وسط وشرق أوروبا وتسببت بحدوث أدرار وفيضانات فيلتشيك وسلوفيكيا وفولندا ورومينيا وتسببت في مصرع أشخاص هنا وسط وشرق أوروبا حيث الفيضانات التي نجمت عن الأمطار الغزيرة إثر مرور الإعصار بوريس الذي أثر بشكل كبير على الأحوال الجوية في المنطقة ففي رومانيا لقي عددا من الأشخاص حتفهم في منطقة جالاتي جنوب شرق البلاد بعد عمليات بحث واسعة وأكدت السلطات أن الفيضانات أثرت على 19 منطقة وتم إنقاذ العديد من الأشخاص أما في جمهورية تشيك فأكثر من 60 ألف منزل انقطعت عنهم الكهرباء بسبب سوء الأحوال الجوية تم تسببت الفيضانات في تشيك وبولندا في إجلاء نحو 40 شخصا من قرية سيرولا نيفا التشيكية كإجراء احترازي وفي قرية فينسوفا التي تقع على بعد حوالي 50 كم من براغ أصبح من الصعب الوصول إليها إلا عبر سيرات الإطفاء الثقيلة بسبب غمر الطرق بالمئة ومنذ يوم الخميس الماضي تستعد بولندا والتشيك وسلوفاكيا والنمسا والمغر ورومانيا لمواجهة إعصار يضرب المنطقة ما أدى إلى إلغاء العديد من الفعاليات الثقافية بسبب الرياح القوية والأمطال الاستثنائية وكانت مدينة أوستي التي اتقع على نهر إلبا على الحدود مع ألمانيا من بين المناطق الأكثر تضررا فقد تأثر حوالي 20 ألف منزل هناك بعد سقوط الأشجار على خطوط الكهرباء ما أدى لانقطاع واسع في الطيار الكهربائي ومع تزايد تابعيات تغير المناخ وكوارفه في مختلف أنحاء العالم كشفت الدراسات والأبحاث يوما بعد يوم أدرارا أكبر تمس عديدا من القطاعات حيث أشرت الدراسات التي أجراها علماء إلى أنه طول الأمطار المتطرف أصبح أكثر تكرارا وشدة نتيجة لتغير المناخ الناجم عن النشاط البشري وتستخدم هذه الدراسات نماذج الطقس والمناخ لفهم كيفية تأثير التغيرات المناخية على شدة وتواتر الظواهر الجوية القاسية سرح مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء طارق الرفاعي أنه تم التعامل مع استغاثة أم على وسائل التواصل الاجتماعي تطلب فيها حمز بنها المريض بمعهد الأورام أضف الرفاعي أن المنظومة تتابع حالة الطفل مع مسؤولي المعهد أولا بأول لتقديم كل الخدمة الطبية المطلوبة وذلك بعد رصد مقطع مصور متداول بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعدد من المواقع الأخرى تضمن استغاثة سيدة قادمة من محافظة السويس يعاني ابنها البالغ من العمر عاما واحدا من ورم أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم 71.844.388 خدمة طبية من خلال حملة 100 يوم صحة منذ إطلاق النسخة الثانية منذ 31 يوليو الماضي ودعت الوزارة جميع المواطنين إلى توجه لمقارات تقديم خدمات الحملة وأماكن تمركز العيادات المتنقلة ذلك للاستفادة بخدماتها أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن الحملة وصلت وزارة الصحة والسكان تنفيذ المرحلة الثانية من حملة المرور الميداني على المنشآت الطبية في جميع المحافظات حيث تضمنت مرور فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية على مستشفى السويس العام وتفقد جميع أقسام المستشفى للتأكد من توافر كافة المستلزمات والاحتياجات ومدى رضاء المواطنين عن الخدمات المقدمة وخلال الزيارة أوصى فريق الحوكمة بإعادة توزيع 29 مكينة غسيل كلوي و30 حضانة على الأماكن الأكثر احتياجا وتفعيل 5 أسرة رعاية مركزة و10 حضانات مؤكدا ضرورة الالتزام بالموعد المقررة لسيانة أجهزة مستشفى صدر السويس نظمت وزارة الصحة والسكان ورشة عمل بتعاون مع مستشفى هيئة قناة سويس بمحافظة بور سعيد والمدرجة بالخطة القومية لمكافحة المقاومة لمضادات المايكروبات وأوضحت الوزارة أن ورشة العمل تضمنت عرض الهيكل التنظيمي لمكافحة المقاومة لمضادات المايكروبات والمهام والمسؤوليات المحددة لجميع الفئات مشيرة إلى أنه يجرى تنفيذ برنامج متكامل لمكافحة المقاومة لمضادات المايكروبات في 60 مستشفى أعلنت وزيرة التنمية المحلية من العوض استئناف مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة تنفيذ خطته التدريبية عقب إجازة المولد النبوي الشريف وأكدت الوزيرة أن الأسبوع السابع من الخطة التدريبية سيشهد تنظيم خمس دورات تدريبية منها ثلاث دورات جديدة تنفذ لأول مرة وهي دورة الحفاظ على النسق الحضري والهوية البصرية في مشروعات الحدائق والمسطحات الخضراء والمباني التراثية وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن التدريب أصبح ضرورة استراتيجية لتطوير الإدارة المحلية في الجمهورية الجديدة ما يتطلب إعداد كوادر بشرية قادرة على تلبية حاجة العمل ترجمة نانسي قنقر اختتم وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو زيارته الرسمية إلى مدينة سان بيترسبرغ الروسية والتي شهدت مشاركته في الاجتماع التاسع لوزراء الثقافة بدول البريكس ومنتدى سان بيترسبرغ العاشر للثقافات المتحدة وقد حرس وزير الثقافة على اختتام زيارته بحضور عرض أوبرا عيدة والذي تم تقديمه بتزامن مع الزيارة المصرية الرسمية وانضمام مصر المجموعة الدول البريكس على مصرح أوبرا سان بيترسبرغ حيث أشاد بأداء الفنانين الموهوبين والإنتاج الفني الرائع للعرض كما عقد وزير الثقافة لقاء مثمرا مع نظراته الروسية وتم خلاله وضع الخطط التنفيذية لتعزيز التعاون الثقافي بين البلدين في مختلف المجالات بما في ذلك الرقمنة وتبادل الخبرات في مجالات الأوبرا والبالي والمتاحف الفنية نجحت البعثة الأثرية المشترقة بين المجلس الأعلى للأثار وجماعة فورتسبرغ الألمانية في الكشف عن الألوان الأصلية لمعبد إتفو وعدد من النقوش التي تظهر لأول مرة وذلك أثناء أعمال مشروع ترمين سطح المعبد والذي بدأ عام 2021 بتمويل من مؤسسة جاردا هانكل الألمانية وأشاد وزير السياحة والأثار شريف فتحي بالدور الذي يقوم به المرممون المصريون في الحفاظ على تراث مصر الحضري وما يبذلونه من جهد رائع ومحاولاتهم الدقوبة للكشف عن كافة النقوش الموجودة بالمعابد المصرية واستعادة الألوان الأصلية التي كانت تزينها منذ ألاف السنين مودها بضرورة الإسراع في إتمام الأعمال استعدادا للموسم السياحي الشتوي واستقبال الزائرين المصريين والسائحين من كافة دول العالم تفقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني موقف تسليم الوحدات السكانية لحاجزها بالمشروعات السكانية المختلفة بمدينة العالمين الجديدة وأشدد وزير الإسكان على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتسليم الوحدات لحاجزها بمختلف المشروعات السكانية وصرعة إنهاء اللمسات الأخيرة لأعمال تشطيبات الوحدات السكانية كما تفقد الوزير سير العمل بوحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين وكذا أعمال تنفيذ الوحدات السكانية والفلات وأعمال المرافق بكمباوند مزارين بمدينة العالمين الجديدة استهل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي زيارته التي بدأها اليوم إلى العاصمة السعودية الرياض بعقد لقاء مع المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي لبحث عدد من ملفات الاستثمار محل الاهتمام المشترق وفي مستهل اللقاء أكد رئيس الوزراء أن مصر والسعودية تجمعهما شراقة استثمارية قوية تسهم في تحقيق ربحية قوية للبلدين مشيرا إلى أن هذه الشراقة ستعزز بعد التوقيع على اتفاقية تجديع وحماية الاستثمار بين البلدين وبدوره أكد وزير الاستثمار السعودي قوة ومتانة العلاقات بين القاهرة والرياض وأهمية العمل على زيادة مستويات الاستثمارات المشترقة وأشاد وزير الاستثمار السعودي بالجهود المبدولة من قبل الحكومة المصرية لحل المشكلات المستثمرين السعوديين العاملين في مصر وأشار وزير الاستثمار السعودي إلى أنه يوجد توجه لدى الجانب السعودي لتحويل الودائع إلى استثمارات من قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي خاصة أن تجربة الصندوق للاستثمار في مصر جيدة في عدد من المشروعات شاركت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في مؤتمر البث الفضائي الدولي IBC في التكنولوجيا في العاصمة الهولندي أمستردام بجلسة نقاشية حول تجربة الشركة ودورها في تطوير ودعم الإعلام المصري والعربي بصفتها أحد أكبر التكتلات الإعلامية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وعقدت المتحدة للخدمات الإعلامية شراكة إعلامية مع المؤتمر الذي يعد أحد أهم الفعاليات العالمية في مجال البث التلفزيوني والتكنولوجيا الخاصة بها ويشارك به آلاف المتخصصين والإعلامين والقيادات الكبرى لوسائل الإعلام ووكلات الأنباء من جانبه قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة عمر الفقي إن الشركة استطاعت منذ إنشائها أن تتبنى نموذجا اقتصاديا مستداما يستطيع أن يوفر للإعلام كل الإمكانات التكنولوجية الآن موعدنا مع الوقفة الاقتصادية لنشرة السادسة التفاصيل مع ردائي رمز التفضل شكرا جزيلا إلهام شكرا لك سارة مشاهدين أحوار المال والأعمال نتابعوها وإياكم في هذه النافذة الاقتصادية يواصل معرض ومؤتمر الصحاري 2024 الزراعية الدولي فعليات دورته السادسة والثلاثين حيث يعد أكبر معرض زراعي في أفريقيا والشرق الأوسط يوفر المعرض فرصة دخول أسواق جديدة حيث يحظى بمشاركة قوية من العارضين والزوار من مختلف دول العالم جاءت النسخة السادسة والثلاثون لمعرض صحارة الدولي للزراعة ليكون منصة متخصصة في الإنتاج الزراعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فمصر لم تتوانى لحظة في جمع الخبراء والشركات في المجالات المختلفة لمواكبة التطور في تلك المجالات ويوفر معرض صحارة الدولي فرصة دخول أسواق جديدة حيث يحظى المعرض بمشاركة قوية من العارضين والزوار من مختلف الدول فعلاً نحن شايفين طفرة في المعرض دوات من الشركات المشتركة الحقيقة أن المعرض السناني يمتاز بتواجد خبرات عديدة من داخل مصر ومن خارج مصر ويمكن شفنا التصنيع من خلال أحد الشركات السويدي تصنيع لوسائل رأي الحديث شفنا وقفين النهاردة مع شركة دومياتك بنتكلم في توطين تقوي البطاطس شفنا أسمدة حيوية شفنا مجموعة فعلاً من المنتجات المصرية نحن بنفتخر أن نحن النهاردة بنننتجها وبننصدرها عراقة المعرض وحجمه بيعكس قد إيه لقطاع الزراعي في مصر قوي وبيزداد قوة بكل الصناعات اللي بتتطور حواليه يعني لما نكلم في عجلة كده عن أرقام المعرض السناني المعرض في دورة 36 زي ما قلنا في أكتر من 250 شركة من 23 دولة وبنتوقع أن يزوروا في الثلاثة أيام 18 ألف زائر ده بيعتبر من أهم المعارض اللي موجودة في مصر خصوصاً اللي مهتمين بقطاع الزراعة والشركات المرتبطة بقطاع الزراعة في مصر سواء إذا كان فيه شركات دي شركات محلية أو إحنا لو بصينا في الجناح تاني في بعض الشركات من خارج مصر اللي مهتمين بقطاع الزراعة بصفة عامة يعني المعرض يشارك فيه أكثر من 250 شركة ليكون فرصة للتواصل مع العلامات التجارية الرائدة في مجال الزراعة وتعزيز الشراكات التجارية وحظي المعرض بإقبال من الزائرين المهتمين بمجال الزراعة في المعرض الذي يساعدهم على تلبية احتياجاتهم خاصة استخدام الأساليب الحديثة في الزراعة أهمية المعرض إن هو بيسهل التواصل دايركت ما بين الشركات المصنعة والشركات العالمية اللي بيفتح أسواق للتصدير وكمان بيقربنا من المزارع المصري بحيث إن يجي بنفسه ويشوف الشركة دي بتقدم إيه وبتعمل إيه وبينمس المنتجات بنفسه بيشوف الجودة بتاعتها وجودنا في معرض حرده طبعا ده شيء عظيم جدا ده حدث زراعي على مصاور الشرق الأوسط وأفريقيا كمالة أكبر حدث زراعي بيحضر عادة كبير جدا من المزارعين ومن المهندسين المستثمرين إحنا يهمنا جدا إن إحنا نقدم لهم الموجودة عندنا من التكنولوجيا وإحنا في الغالب التكنولوجيا عندنا بتعتمد أكتر على توفير الميا توفير السماد اللي هو شيء بيخصنا جدا في مصر بشكل قوي جدا زوفر كمية مياة وزوفر أسمادة اللي هي بيعاني منها الفلاح فإحنا جايين هنا بالنسبة للمعرض هنا أن نتعرف على المخصبات الزراعية ونتعرف على الحديث بالنسبة للري الحديث وشبكات الري على شخص برضو ده أرض صحراوية وبتحتاج إلى عملية توفير يعني في عملية الري وكده عشان السريعة تتصرف وكده طبعا بالنسبة للمخصبات الزراعية بنشوف بقى الجديد اللي وصل وبنتعرف برضو لو هو في حاجات أورجانيك أو بتساعد على تطوير الزراعة وتخصيب الأرض ووفرة في الانتاج يقام معرض صحارة للزراعة الدولية في الفترة من الخامس عشر وحتى السابع عشر من الشهر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الزراعة ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والذي يعكس اهتمام الدولة بمستقبل الزراعة محمود جميل التلفزيون المصري أكدت رئيس مصلحة الضراب المصرية رشا عبد العال أكدت أنه سيتم الإعلان عن جميع بنود حزمة التسهيلات الضريبية خلال الأسبوع الأربع القادمة حيث سيتم الإعلان في كل أسبوع عن مجموعة من البنود بشكل تفصيلي حتى يتم مناقشتها وشرحها يتم إجراء الحوار المجتمعي اللازم لها وأضافت رئيسة المصلحة أنه وبمجرد الانتهاء من نشر كافة تفاصيل حزمة التسهيلات سوف يتم الإعلان عن استراتيجية السياسات الضرابية التي تتضمن خارطة الطريق الضربي حتى العام 2030 أظهرت بانات للهيئة العامة للإحصاء السعودية أظهرت ارتفاع التضخم السنوي في المملكة إلى 1.6% وذلك في أغسطس الماضي من 1.5% في يوليو وأرجعت الهيئة ذلك إلى ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقيد الأخرى بنسبة بلغت 8.9% وأسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة بلغت 0.9% ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في قطر خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة بلغت 1.15% على أساس سنوي قياسا بفاصل 22% في شهر يوليو ووفقا لبيانات المجلس الوطني للتخطيط ساهمت 6 قطاعات رئيسية في تسارع مؤشر تضخم في قطر الشهر الماضي بقيادة مجموعة الترفيه والثقافة والتي ارتفعت بنسبة بلغت 10.65% ثم مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة بلغت 5.3% مشاهدين نهاية هذه النافذة الاقتصادية عودة مجددا إلى سارة نجيب وإلهام نمر فإليكم شكرا لك رجاء رمزي وبأخبار الاقتصاد نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة إليكم تذكرة بأبرز العنوية رئيس الوزراء يصل إلى رياض لبحث ملفات تعزيز التعاون المشترك والقضايا الإقليمية بتوليهات من الرئيس السيسي وصول سفينة مصرية تحمل مصاعدات إغاثية إلى دولة السودان جيش الاحتلال يعترف بمقتل ثلاثة محتجزين إسرائيليين في غارة على غزة نوفمبر الماضي نهاية نشرة السادسة قدمناها لكم من التلفزيون المصري شكرا للمتابعة ودمتم في أماننا اشتركوا في القناة